الاختفاء القسري في العراق بات أبرز معالم هذا البلد بعد أن ازدادت الانتهاكات الحكومية وتفاقمت سلطة الميليشيات وانعدم الأمن والأمان فيه ناحية الصقلاوية في محفظة الأنبار مثال صارخ على ذلك فأكثر من 643 من مواطنيها اختفوا منذ سنتين ولم تعد تراهم اللعين منظمة العفو الدولية وحسب شهادات استقتها من مختطفين سابقين ومن أقارب المختفين قسرا قالت أن ألافا من الرجال والنساء والأطفال الذين فروا من منطقة الصقلاوية صباح يوم الثالث من شهر حزيران عام 2016 بسبب العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة والمناطق المحيطة بها واجهوا أفرادا مسلحين كانوا يحملون رشاشات وبنادق هجومية وتعرف الشهود على هويات المسلحين وقالوا إنهم أعضاء في ميليشيا الحشد بناء على الشعارات المتبتة على بدلاتهم العسكرية والأعلام التي كانوا يرفعونها المنظمة قالت إن الحكومة في بغداد لم تتخذ أي إجراءات من أجل حماية الضحايا والشهود وخصوصا أن اللجنة التي شكلتها الحكومة لمتابعة قضية مختطف الصقلاوية تضم في عضويتها أجهزة أمنية ربما هي ضارعة في الانتهاكات كذلك أخبر ممثل عن السلطات المحلية في محافظة الأنبار منظمة العفو الدولية أن عائلات المفقودين واجهت عقبات إدارية عندما حاولت الإبلاغ عن اختفاء ذويهم في المحاكم المحلية وقد وثقت منظمة العفو الدولية كيف أن أقرباء المختفين خاطبوا الأجهزة الأمنية وقدموا شكاوى وتقارير بشأن الأشخاص المختفين إلى الشرطة والمحاكم ودفعوا مبالغ باهضة إلى الوسطاء ممن لهم صلاة بأفراد ميليشيا الحشد أو المسؤولين الحكوميين واستعلموا عن مصير أحبائهم في السجون ومنشآت الاحتجاز الأخرى والمستشفيات ومشارح الجثث وخاطبوا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالشؤون الإنسانية إلا أن المحاولات اليائسة التي قام ويقوم بها أقرباء المختفين لم تواجه سوى المبالات الحكومية والتعاقص عن اتخاذ أي إجراء ملموس موسيقى موسيقى موسيقى